الملك سلطة ظاهرية هذه السلطة لا قيمة لها في نفسها إلا أن يقيم الحاكم عدلا أو يدحظ باطلا كما قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يرقع نعله فجاءه ابن عباس شاف الإمام ده يرقع نعله فالإمام سأل كم قيمة هذه النعل ابن عباس قال لا قيمة لها الإمام قال إن إمرتكم يعني السلطة إن إمرتكم أهوى عندي من هذا في حديث آخر قال من أهوى من عراق خنزير في يد مجذوم يعني العظم الذي قد أكل لحمه وبقي عليه شيء قليل هذا يسمى عراق عراق خنزير في يد مجذوم في الخطبة الشقشقية الإمام يقول وإن دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز فالسلطة بما هي سلطة لا قيمة لها لكن يقول إلا أن أقيم حقا أو أدحظ باطلا يعني إلها النوع من الطريقية الطريق لإقامة الحق أبناء الدنيا يتكالبون على الملك لماذا؟ لأنه السلطة أهم شهوة في الإنسان أقوى من الشهوات الأخرى قال هارون لابنه المأمون لو نازعتني في الملك لأخذت الذي فيه عيناك الملك أهم عنده من ابنه إذا ابنه نازع في الملك يقطع عنقه لكن بالنسبة إلى أولياء الله سبحانه وتعالى الملك ما إلا قيمة إلا أن يقيم حقا أو يدحظ باطلا ترجمة نانسي قنقر